دائرة الكهربائية ثلاث أجهزة فولت ميتر الجهاز الأول نستخدم لقياس فرق الجهد بين طرفي المصدر الكهربائي والجهاز الثاني نستخدم لقياس فرق الجهد بين طرفي المصباح الأول والجهاز الثالث نستخدم لقياس فرق الجهد بين طرفي المصباح الثاني في البداية نضع مصدر فرق الجهد على فرق جهد معين نصله من هنا بهذا الشكل أصبحت الدائرة متصلة ونغلق المفتاح لنرى القراءات سوف يأخذ نافع القراءات عن الأجهزة الثلاث وسوف يقوم زميله بالتسجيل نافع كم فرق الجهد للفولت ميتر الأول أعطين القراءة كم فرق للفولت ميتر الأول للمصدر القراءة في الأسفل ينافع في الأسفل التدريج السفلي 2.5 2.5 نأخذ القراءة الآن للمصباح الثاني أو المصباح الأول 1.35 1.35 جيد وللمصباح الثاني كم القراءة 1.2 1.2 طيب ماذا تلاحظ الآن بالنسبة لقراءات فرق الجهد للمصدر فرق جهد المصباح الأول وفرق جهد المصباح الثاني جميع المتساويين أي المتساويين إذا جمعناهم إذا جمعنا فرق جهد المصباح الأول مع فرق جهد المصباح الثاني تقريبا يعطينا فرق الجهد للمصدر هذه المحاولة الأولى سنكرر المحاولة الثانية بتبادل مواقع بين الطالبين الآن سوف نقوم بتغيير المصدر غايل المصدر إلى أربع بطاريات أو ثلاث خلي على ثلاث ثم أضع هاي ثلاث بطاريات ونأخذ القراءات كم فرق الجهد للمصدر 3.5 3.5 كم فرق الجهد للمصباح الأول 1.75 1.75 كم قراءة فرق الجهد للمصباح الثاني 1.6 1.6 لو جمعنا 1.6 مع 1.75 المجموع قريب من 3.5 ماذا تلاحظ بالنسبة لفرق جهد المصباح الأول والثاني وفرق جهد المصدر 1.6 معنا فرق الجهد للمصباح الأول والثاني تقريباً يصبح فرق الجهد نساوي نعم مجموع فرق الجهد للمصباح تقريباً يساوي فرق الجهد للمصدر نكرر التجربة مرة ثالثة مرة ثالثة ونضع أربع بطاريات بدل بطاريتين بدل ثلاثة بطاريات شوش ساعدك هنا وضعنا أربع بطاريات ناخد الكراء 4.5 بولت متر فرق جهد المصدر 4.5 بولت كم فرق الجهد للمصباح الأول 2.25 بولت 2.25 بولت كم فرق الجهد للمصباح الثاني 2.1 بولت 2.1 بولت ماذا نستنكج أيضاً نرى أو بالنسبة لفرق جهد المصباح الأول وفرق جهد المصباح الثاني ومجموعة فرق الجهد للمصدر مجموعة فرق الجهد للمصباح الأول مع مجموعة فرق الجهد الثاني يساوي تقريباً فرق الجهد للمصدر نعم 2.1 بولت 2.25 2.35 4.35 قريبة من 4.5 الاثنين مع بعض ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ كيف نحسب فرق جهد المصدر والمصباحين؟ المقارنة بين فرق جهد المصدر الكهربائي مع فروق الجهد للمصابيح في دائرة توالي والنتيجة بشكل عام أنه فرق جهد المصدر يتوزى على المصباحين بحيث أن مجموعة فروق الجهد للمصباحين يساوي فرق الجهد للمصدر المصدر انتهى التجربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر